قصة الميلاد أجمل قصة من قرأها وأجمل قصة من سمعها ولادة يسوع المسيح شطرت التاريخ إلى قسمين ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد تعتبر أجمل قصة لأن أبطال القصة الله اختار أبطال مثل يوسف ومريم من قرية متواضعة جدا حتى يكونوا أبطال القصة ومن خلالهم الله بتمم العناية والمشيئة الإلهية هذه القصة أحبائي ليست فقط قصة جميلة نتذكرها في شهر ديسمبر أو في شهر يناير عندما نأتي بزينة الميلاد بالأشجار والأشكال الجميلة وفترة حلوة للعائلة أنه بيقضوا وقت مع بعض بيتناولوا الوجبات مع بعض بقدموا الهدايا لبعض هذه القصة لها بعد أعمق وشيء أفضل إذا فهمنا هذه القصة ندرك فكر الله وندرك مخطط الله من كل هذه القصة العجيبة ولادة يسوع المسيح هذه القصة أحبائي ابتدأت مش في ملء الزمان ابتدأت في فكر الله قبل الأزل وهذه الفكرة في فكر الله هو تعبير عن طبيعة الله المحبة الفادية المخلصة فالله يحب والله يحب فهو يقدم ويبذل ويعطي وخلينا أقول في البداية أحبائي إن خطية آدم وحواء لم تكن مفاجأة للرب فالله هو العالم بكل شيء وهو القادر على كل شيء لكن في تدبير إلهي في مشورة إلهية محتمة لازم اتم في ملء الزمان وهذه فكرة الفداء كانت موجودة منذ وجود الله إذا حاولت أنه أفسرها في العقل الطبيعي أو بالعقل المنطقي لا أستوعبها كل ما هناك كيف أستطيع أن أستوعب محبة الله العجيبة المحبة الفريدة من نوعها محبة الله الغير مشروطة محبة الله الغير محدودة محبة الله التي تعطي وتقدم بدون أي مقابل هذه الفكرة أحباء ابتدأت في فكر الله الأزل وهذه الفكرة كما قال وكتب عنها بالوحي بطرس الرسول لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم وأيضا أحبائي هذه الفكرة كتب عنها الكاتب وحي من الروح القدس إلى العبرانيين بقول كم بالحر يكون دم المسيح الذي لاحظ الكلام الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب عبرانيين إصحاح تسعة من هذه الآيات نشوف أن الحمل معد قبل تأسيس العالم وأنه قدم نفسه بروح أزلي يعني الفكرة كانت منذ الأزل وهذا يتمشى مع طبيعة الله لكن الكتاب المقدس يقول ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني هل أصبح عيد الميلاد مجرد عطلة للبيع والشراء أم هناك أدلة تاريخية حقيقية ترمز لمعنى أعمى تعالوا معنا في رحلتنا لنكتشف المعنى الحقيقي لقصة الميلاد ترجمة نانسي قنقر